السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة حنتكلم في حلقة اليوم عن مباراة الهلال وحيالواد نيالا وكمان نتكلم عن مباراة المريخ وهلال الساحل بذكرك انك بس حاول تعمل لايك للحلقة وكمان لو ديولك زيار حاول اشترك في القناة وكمان فعل زر الجرس حنبدأ على طول اليوم من غير حتى انترو نتكلم شوي عن مباراة الهلال صراحة كانت مباراة من المباراة الممتازة جدا ريكاردو بواصل التألق على مستوى الخططي والتكتيكي والاختيارات وتجهيز اللاعبين وكل شي خاص بالشغل الفني انت بتحاول تجيه قناعات مهمة جدا خاصة بالمدرب ده وفي الشغل المميز جدا بالتأكيد في قيادته لمباراة الهلال بالزات على مستوى الدور الممتاز وحرصه كمان حتى في التفاصيل الصغيرة جدا من كنت بتشوفه في مباراة الدور الممتاز من خلال متابعتك ليه وفي انفعالاته وقاعد على البنش كيف بيتكلم كيف بيتعامل مع اللاعبين في الاخطاء بيتعامل كيف مع مجريات اللقاء سوى كان فرص او سوى كان عليك او ليك توظيفه لللاعبين اصراره على انه في بعض الجمل مفروض تتنفس بالطريقة الافضل كمان اصراره على وجهة نظره في بعض اللاعبين اللي ممكن حاليا بتقلقوا بشكل ممتاز زي اللاعب صراعادي اللي ممكن بيقدم في افضل فترات ليه وممكن الناس تشوفه في نفس الوقت ثبت على مستوى تشكيل الهلالة الاساسي اللي اللي منشوف الشغيل ابو عاقلة خارج التشكيل الاساسي بيكون بوقبة في التشكيل الاساسي مع صلاع عادل استمرار تألق عبدالرؤوف في صناعة اللاعب بشكل عام ويسهامه الواضح بنتكلم كمان عن برضو حركة كانت ممتازة جدا جدا من اللاعبين اللي اثنين اللي يمكن ساهموا بشكل كبير في مباراة اليوم في ظهور مميز جدا ليه ابا زر وكمان بنتكلم عن وليد الشعلة بالتأكيد انا واحد من الناس ممكن راجعت نفسي في بعض الكلام اللي تكلمت عنه زمان عن وليد الشعلة فانه يعني كان غاب غوثين انه اللاعب يمكن يستغنى عنه في الفترة الفاتت حتى لما نجاه عرض الاحتراف او عرض الاعارة لأي نادي سواء كان على مستوى الدور الممتازة وحتى في اندية شمال افريقيا اعتقد انه كان في تونس او المغرب الناس كانت مبسوطة انه يمشي الليلة بيقى عنده يسهام الواضح مع لاعبي الهلال في المباريات الدوري الممتاز تحس انه لما اللاعب يوضع في عمل خططي واضح وفي تاكتيك واضح ومدروس واللاعب فاهم بيعمل فيشنه بالتأكيد سيقدم لك الحاجة اللي انت محتاجيها واكتر الهلال في مباراة اليوم بيأكد علو كعبو على مستوى مباريات الدوري الممتاز زي ما اقول لكم من شوية من شغل من شغل المدرب ريكاردو كما بنتكلم عن اصرار اللاعبين اللحمة الممتازة جدا الانسجام العالي جدا الاستغرار الاداري بيديك نتائجه على مستوى الميدان كما بنتكلم عن حاليا تمانية وخمسين نقطة واسع الفارق بينه بين المريخ لخمسة نقاط المريخ بالتأكيد تعادل هنتكلم عن مباراة وبعد شوية حواصل كلامي عن الهلال في مباراة اليوم استعاد اللاعب السموء الميرغني يقدم مردود ممكن يكون جيد لمقبول في مباراة اليوم لان كنت على طول بترجع بيك الذاكرة لانا كنت تعمل الفلاشباك لشي كان بيقدم فيه مؤيد عبدين في الجانب الايمن في اسهام الواضع على المستوى الهجومي لانا دايما لما ايا قيم ليه لاعب سوداري بحاول دايما اخدته في اصعب المباريات على المستوى الافريقي وكيف يكون اسهامه في المباريات في صناعة اللاعب بشكل عام فبتتمنى يكون عندك اللاعب يكون طرف اي من اعمل العمل للدفاع بشكل ممتاز وفي نفس الوقت يعمل لك العمل الهجومي اللي انت محتاج ليهو بنتكلم كمان الليلة عن تألق اممكن لافت جدا لللاعب اه محمد عبد الرحمن الغربال في مباراة اليوم اللي هو بيواصل التألق اليوم بنتكلم عن ستة وعشرين هدف انا اممكن من ايامنا اسمعتز كبير ما شفت لي لاعب سوداني وطني من اللاعبين الوطنيين بيلعبوا في الدور الممتاز بيقدم في الاسهام بالزات على مستوى خط الهجوم بيقدم في نفس المردود اللي بيقدم فيه محمد عبد الرحمن الغربال في مباراة اليوم ولسه بيأكد وحتى نتكلمته في الحلقة الفاتت انه لو واصل التألق بالطريقة دي وارد جدا يكسر رغم اللاعب كليتشي اوسونو مع اهل شندي بيت تمانية وتلاتين هدف اللي هو سجلهم في موسم واحد ودرق قياسي حتى واصل لانه ما يتكسر له زمن فبتالي بنتكلم عن لاعب مميز جدا جدا يعني اول فرصة في اول دقيقة على طول لتصنعت بشكل ممتاز الغربال سجل هدف كمان الفرصة التانية من انفراد كان مميز جدا جدا صراع عادل واحد من اللاعبين المميزين جدا الليلة بقدم اه نفسه بشكل ممتاز في انه عند رؤية ممتازة جدا في عمل اه باص بيني كانت رؤية ممتاز لدرجة بعيدة لللاعب الغربال وسجل منها هدف كان مميز جدا 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 تحسك انه فعلا لاعب صاحب امكانيات بالتأكيد ممتازة جدا جدا هلال بيواصل التألق الهلال بيوسع الفارق الهلال اقرب لانه يكون بطل الدور الممتاز في هذه الدورة تحت ابرز سما ممكن تطلع بانه من مباراة المريخ وهلال الساحل انه تقول المريخ خسر النقاط في مباراة اليوم ودي حاجة ممكن تكون لهو خبر متناول للجميع انه المريخ خسر نقطتين كانوا ممكن يكونوا في المتناول لكن بالجسبة اليوم ممكن تتفقوا معي انه المريخ الليلة ما ابرز حاجة في المباراة انه المريخ خسر النقاط ده شي طبيعي في عالم كرة القدم انك تتكسب تتعادل تخسر وحتى في صباقة دوريات دايما انت وارج جدا انك تتعثر في بعض المباريات وفي مباراة تشتحي لك وترجع في النتائج في مباراة التانية وتحاول تستعيد مكانتك الطبيعية في انك تكون منافس على مستوى الدور الممتاز والفارق ما يتوسع اكتر من كده لكن اللي لا الشيء ما طبيعي انك تبتلقى ملعب لا يصلح انك حتى تقعد تشرف فيه كبايت شاي او قهوة ملعب صراحة انا واحد من الناس ما حسيت ان مباراة المريخ ممكن تطلع منها باي لمحة فنية او حتى لمحة خاصة بانك تشوف فيها عمل خطتي خاصة بقار زيتو ممكن جدا بس تعرف انه الفريق لاعب تلاتة مدابعين خمسة في خطة الوسط او خمسة مدابعين تلاتة في خطة الوسط اتنين مهاجمين او حتى رسم تكتيكي بيميل لانه تكون في مرونة والحسم على مستوى المهارة الفردية زي ما شبنا جزير النوح وايضا حركته كانت مميزة جدا معاين اللعبة كانت هاتو خط بشكل ممتاز وبتعامل معاه اللي هو ركلت جزاء وبعد ذاك حتى الجزير النوح في الدقيقة كمسة سبعين هو اللي اتى وسجل هدف التقدم من يديد لكن فريق خلال الساحل فريق المميز جدا عنده لاعب غاني مميز جدا في المرتدات في التسديدات عندهم كمان شغل عالي جدا على مستوى الضربات الرأسية مدرب بتاعهم شغالوا عارف نقاط ضعف المريخ في عملية الرقابة كانت مفروضة للمريخ افتقد بشكل كبير في شروط ذهني كان كبير جدا لكن انا في توجيه زي دا ما بقول لك ما بلوم لاعب المريخ ولا بقول لك ما بلوم المريخ ولا غيره انت في النهاية فريق كبير انك جماهيرية كبيرة الناس كلها منتظرة تكون نتائج على مستوى عالي والناس كلها كمان منتظرة تحاول تمسح الدموع اللي بتعمل على مستوى الشقة الادارية عشان تكون فنيا انت تقدر تسعيد مستوياتك لكن مباراة اليوم وفقدة للمريخ لنقاطه ممكن جدا لها عوامل كثيرة جدا عن من الملعب المدرب الممكن بيقود اولى مبارياته بنتكلم كمان عن الليلة في مباراة اليوم ممكن التشكيل والوضعية الجديدة للفريق كمان بنتكلم عن زي ما قلت من شوية ارضية الملعب كانت سيئة لدرجة بعيدة كمان العامل الاهم في المباراة اليوم كمان بنتكلم برضو عن فريق قدم نفسه بشكل ممتاز في مباراة اليوم وهو فريق هلالة الساحل ومدرب متميز جدا بيعرف تماما للخندقة والمرتدات الممتازة جدا والجودة العالية للاعبين وكمان وين تكمن نقاط ضعف نادي المريخ في عملية الرقابة في الضربات السابقة بذات اللي يسجل منها هدفين كانت كفيلة بيننا تخليه يطلع من المباراة بنقطة ثمينة جدا جدا وتعطي المسار المريخ في اللحاق بالهلال في مباراة الدور الممتاز ممكن جدا تسأل الادارة في انه كيف ملعب زي ده انت تحاول تخليه كل مباراة بيمشي بيكون اسوأ من الاول وكمان تسأل اللنية اللي هي اللنية الخاصة بتنظيم الدور الممتاز في انه انت كيف تقبل تلعب في ملعب بعد ما انه نجيله غير طبيعي وغير جيد وكمان حتى بتحسنه زي المرقع كمان انت بيكون فيه مطر وفيه مياه بتدي اللاعبين لعبوا فيه في امكان انه عادي جدا واحد من اللاعبين زي باخيت خميس رمضان عجب ولا حتى اللاعبين المميزين جزر النوح ولا غيره يتصاف في مباراة اليوم عمر طيفور يمكن ظهر في الشوطة التاني في مباراة يعني دراماتيكية بشكل كبير في حيثياته بشكل عام انه يتصاف في مباراة اليوم وتفقدوا على مستوى المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم فبالتالي ما عارف لنية المسابقات واللنية المنظمة للدور الممتاز بتتعامل مع المباراة في انها تتلعب يعني تتلعب سواء كان في مطرة ما في مطرة الملعب فو تصريف ما فو تصريف هو ما يهمه كلام ده هو يهم منه انه المباراة تتلعب الكهرباء تقطع باقي عشر دقائق من زمن المباراة يعمل المولد يشتغل ما يشتغل لا الكهرباء لا المباراة تكتمل فبالتالي يعني مباراة المريخة اليوم حصلت فيها حيات كثيرة جدا جدا تحسك انه كويس انه طلعوا طلع بالتعادل الفريق وكويس انه ذاته انه حتى اللاعبين ما طلعوا المصاب من مباراة اليوم عشان اقل له انت تواصل في انك تت تضغط على الهلال اكتر في قادم المباريات وباري جدا الهلال يتعثر في قادم المباريات الخاصة بالدور الممتاز نشوف تألق يكون كبير جدا لكن الفارق يتوسع على خمسة خمسة ما كتيرة بالتأكيد يعني تعادل واحد للهلال يمكن جدا تكون الفارق ثلاثة نقاط عندك لسه مباراة طيمة متبقية فبالتأكيد الناس ما حتفقد الامل فينا تلاحق الهلال في الفترة الجاي لكن اي تعثر تاني بالتأكيد حيبعد الهلال كتيرا في صدارة الدور الممتاز ونحن دارين منافسة كذا ودارين اثارة على مستوى الدور الممتاز عشان نستمتع جميعا انا دي رؤية الحلقة اليوم اكتبوا لي اراركم اسفل هذا الفيديو عن مباريات اليوم شكرا لكم كتير الى اللقاء